السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الشينا المتحب الوطني الجزائر لولى مباراة يوم غاد للدفاع على قبيل إفريقي بالكاميرون ضد متحب سيراليون وذلك بداية من ساعة ثانية بعد الزوال في مباراة قد تشهد غيابة ثنائي رمز زروقي وكذلك اللعبة أدم الناس بداعي الإصابة وقد انتشرت نهارا اليوم الكثير من الأخبار عبر المواقع الضيادية والتي أكدت بأن هذا ثنائي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في حين أنني أؤكد لكم بأن هذا ثنائي لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا حيث أن اللعبة رمز زروقي تعرض للإصابة على مستوى الكاحل في حين أن اللعب أدم الناس تعرض للإصابة على مستوى العقب وحسب ذات الأخبار التي بحوزاتنا فإن مشاركة هذا ثنائي في لقاء يوم غاد تبقى محل شك خاصة وأن النحب الوطني جامل بالماضي فضل عدم مجازفة بهذا ثنائي في تدريبات نهار اليوم مع العنبي أن اللعبة رمز زروقي يعتبر قطع أساسية في مخططات النحب الوطني جامل بالماضي في وسط الميدان وللتذكير فإن اللعب إسماعي بن ناصر هو الأخر لن يشارك في لقاء يوم غاد بسبب تركم البطاقات الصفرة وفي حال ترسم غياب اللعب رمز زروقي فإن النحب الوطني سيجد نسو أمام وضعية صعبة من أجل تعويض هذا الثنائي أما فيما يخص اللعب رامي بن سبعيني فإن هذا الأخر راح النحب الوطني جامل بالماضي بعد عودته مساء اليوم لتدريبة الجماعية للمنتخب كما أن ذات التدريبة شهدت عودة المدافع مهدي طهرات بعد تعافيه والآخر من الإصابة بفيروس كورونا فكل التوفيق لمحاربية صحراء خلال نهاية كاسم أمفريقيا 2022 وإن شاء الله العودة بالكحلوش الثالثة سلام